وإذا كان استغلال الموارد الموجودة في مصر وقبلها الخبر اللي كنا بنتكلم عليه اللي هو الخاص بالشباب والتوظيف كل ده بيشمل المبادرة اللي قلنا عنها وهي مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان المبادرة تم إطلاقها علشان تسهل على المواطنين الخدمات اللي بتتقدم في عدد من الأماكن مبارح في محافظة جنوب سيناء كمان لإن زي ما قلنا أنها بتشمل كل محافظات الجمهورية كان فيه انتشار كبير للعربيات المبادرة والعربيات طبعا الخاصة بوزارة العدل من ضمن الوزارات اللي بتشارك في المبادرة عربيات التوثيق المتنقلة بحيث أنها تكون موجودة في كل قرى المحافظة وبتتواجد في التجمعات البدوية بكل مدن جنوب سيناء لتسهل حصول المواطنين على خدمة التوثيق وتقريب الخدمة منهم بحيث أنه ما يضطرش أنه يروح أماكن بعيدة علشان يخلص يعني ورقة أو حاجة بسيطة دلوقتي كل حاجة موجودة والعربية بتروح لحد المكان حتى ولو في القرية عشان طبعا تقليل العبء عن المواطنين وتوفر وقتهم ومجهودهم وكمان قدمت مديرية الصحة في نفس الإطار الخدمات للمواطنين من خلال إطلاق قوافل طبية متنقلة بهدف توفير الرعاية الصحية الأولية للمواطنين وتقديم خدمات الكشف الطبي على الأمراض المزمنة وفي حصات قصة بالأمراض السكر الضغط تطعيم للأطفال تقديم الاستشارات الصحية كلها موجودة وبصورة متنقلة إذن الخدمات بيتم تقديمها للجميع في كل التوقيت وعشان كده المبادرة دي زي ما قلنا كده مبادرة بداية جديدة فعلا من أهم المبادرات اللي هنتبعها في الفترة اللي جاية ومستمرين وبالتأكيد هنغطيها مع حضرككم لأنها الحقيقة بتهدف لتنمية رأس المال البشري ودي جزئية وعنصر مهم جدا في تنمية المصر واهتمام سيد رئيس عبد الفتاح السيسي بفكرة تنمية الإنسان المصري في كافة الجوانب هدفها أنها تدعم كل أطياف المجتمع وأنهم يكونوا شركاء في كل الإنجازات اللي حصلت في البلد إلى جانب كمان أن توصلهم الخدمات بهذا الشكل تكاملية الوزارات في تقديم الخدمات وزارة التربية والتعليم والصحة وكل الوزارات المعنية بالخدمات لوصولها لمستحقيها وكمان أن نهتم بالجمهورية الجديدة أنها تكون كاملة ومتكملة بالعنصر البشري اللي هو الأهم ودي ركيزة من الركائز المهمة جدا اللي بتعتمد عليها الجمهورية الجديدة